الناتزة مالك اخد دوري موسم من رؤية كان عامل ازاي لكل مش لناتزة مالك انا الواحد يعني انا كنت موجود في جاز كالترون النتائج والنقص اللي في اللعيبة والقيد والقصص دي كلها انا قلت الموضوع كان هيبقى صعب انا بكلمك بقى معنا بس دي بتوضح الفروق بين المدير فني ومدير فني شايفة ادارة فنية طبعا ومع ادارة ولا من غير ادارة اكيد مع ادارة اكيد مع ادارة وزي ما قلتلك لو عنصر من العناصر دي واقع هيبدين يا صعبة لكن مع ادارة بس انت شايف الاكثر مدير فني اصلا انت كنت موجود ومدير فني موجود واكدارة موجودة ولعيبة موجودة ونتاج ما كانتش كويسة فما جبت مدير فني وانا برضو و تحسب لمجلس ادارة اختيار المدير فني اختياره صحي مر أفا فمدير فني بصراحة هو اللي عمل الفرق دا بص على وكان لي تجربة ما لازم أليك بتفوز بالدوري بصحب تفاروق مدير فني ممكن تبقى فنياتك 100% وشخصيتك 100% بس لو مش مسيطر على قط اللبس وعندك شخصية ممكن ما تنجحش كمدير فني مدير فني وفي مديرين فنيين ممكن ما بقاش ما فيش فنيات خالص كارترون ما كانش مسيطر على قط اللبس مش مسيطر كانت المشاكل كتير شوحي مشاكل كانت كتير وهو تحس اللي ما كانش مركز في يعني انا خلي بالك برضو هي القصة كلها كانت شهرين وما كانش التواصل بشكل تعرف اللي هو اتقل الاول اللي هو مش عايز مصريين والقصص دي كلها فانت بتحاول كنت بتتجنب وبتشوف شغلك وخلاص انت فهم قصدي ومكانش فيه برضو مساحة للمصريين اللي اراء او بتقول رائك انا وكابتن متحت وبتاعها انت كنت بتنصح وخلاص انت فهم قصدي لكن في الاول والاخر هي بترجع لشخصية مدير فني وزي ما بقولك وكمان فكرة ان انت كمان تقدره دلوقتي فكرة المستحقات للعبين وان انت لما هتجدد هتاخد فلوسك دي برضو حاجات بتفرق في نفسك العيبة وبتساعد بقى في قط اللبس زي ما انت بتتكلم طبعا بتفرق ان انت النهار ده بما اللعب بيبقى هنا مرتاح ومستحقتك كلها عارفوا مكافئاتك وخلي بالك وما عملوا حاجة كويسة برضو لما تعمل مكافئات اخر ماتشات ترقومية اللي هي بتزيد من ماتش الماتش برضو ده تفكير كويس من السؤال الاهم بقى كابتن في ظل ان انت بتقول لي دلوقتي الامور المستقرة بالنسبة نتزم عليك مدير فني مكمل ومدير فني جيد يعني الراجل كان عنده تجربة قبل كده معنزميك وبالتالي السنة دي كمان يعملها دي حاجة كبيرة استمرار نتزميك على الوضع ده ودور ابطال افراخي شايفه برضو هيكون في نجاحات بالشكل ده الطبيعي الطبيعي اللي انت كمان خلي بالك انت الراجل النهاردة كابتن فاروق عمل لك او انا انا قلت كلمة لخلق دكة الناتزمالك انت في اول السنة مكنش فيه دكة الناتزمالك الراجل خلق دكة اللي هو صعد ناس لعيبة شباب دهم الفرصة كان جريء فنشت بشكل كويس مع ظهور برضو لعيبة رجعت لمستواها مع تدعيم اللي انت كنت محروم منه بسبب قفل الكود لانت منهاردة جاب لعيب مغربي وجاب انداي بتاع دجلة وفيه اكيد هيجيبه صفقات تانية فالتدعيم مع اللعبة اللي موجودة مع مدير فني مع استقرار اكيد نتزمالك اكيد هيكون بيفكر في افريقا وهيكون منافس قوي على البطول طيب